ومن جسر النصرية المكيف إلى شمس البصرة الصاطعة فقد تفاجأ أهل ناحية النشوة بمحافظة البصرة من قرار الحكومة القاضي بتجريف أراضيهم الزراعية وتحويلها إلى سكنية رغم امتلاكهم عقود طابو زراعي منذ أكثر من 150 عاما مطالبين وزارة الزراعة ورئاسة الوزراء العدول عن القرار وعدم الإضرار بأملاك ومصالح الناس المزيد في سياق التقليل التالي أراضي زراعية مكنتها الدولة لبعض الفلاحين في ناحية النشوة شرقي محافظة البصرة وفق عقود عرفت فيما بعد بالزراعية لكن ما حدث مؤخرا من صدور قرار مجلس الوزراء بتحويل هذه الأراضي الزراعية إلى سكنية أثار استغراب الفلاحين نحن مزارعين ناحية النشوة بطوائفنا بأهلنا بعوائلنا هذا القرار الذي صدر أو سمعنا أو تبلغنا عنه خلف عندنا ردة فعل ونزاع شديد فيما بيننا القرار أنه تجري في الأراضي وتحويلها من الزراعي إلى سكني وأكد اليوم زيارة الأخوان عضو مجلس النواب ومدير الشعبات الزراعة أنهم بلغين هذه الأراضي الزراعية لازم تتحول جنسها إلى سكني فهو كان موقف صعيب لأن الناس والأهالي الموجودة كلها زراعة ويردون حقوقهم أنه هو العمود الفقري للزراعة ودائرة الزراعة الموجودة منذ 150 سنة ما يقارب أجداد أجدادنا قبل هذه الحكومات الماضية من العثمانيين من احتلال إنجليزي وأهلنا هنا باقين صامدين على مشقة الظروف التي مرت بنا الجمعيات الفلاحية في المحافظة قدمت اعتراضا على هذا المشروع ورفعته إلى الجهات المعنية في هذا الأمر سبق وإن إحنا منه شفنا هذا القرار ويعني سمعنا به قدمنا اعتراض طبعا رسم قانوني كجمعيات فلاحية فمن بهذا الاعتراض إلى الجهات المعنية وصلنا اعتراضنا للتخطيط العماني والرئيس الوحدة الإدارية ولجميع الأخوة اللي هم المسؤولين على هذا المشروع إحنا الحقيقة اعترضنا على هذا المشروع لأن هذا المشروع يأثر على الواقع الزراعي ويأثر ويحدثنا كثير من المشاكل والنزاعات العشائرية الحقيقة بسبب هذا المشروع لأن إحنا هسا لبعض أكو أمور عندنا نزاعات عشائرية متناجعين للعشائر بيناتهم على أراضي لم تحل إلى الحد الآن هذه الأراضي فعليا وصوليتها المرات يعني هذه الأراضي هي واقع جراعي مية بالمية وجراعية وحتى البلدية منها إجتنا هنا إجت تقريبا بالتسعينات وهذه الأراضي يعني منذ مئتين سنة أكو أكو مئة خمسين سنة أكو خمسين سنة أكو ستين سنة يعني أراضي أبما عن جد مترثتها إحنا نطالب من المسؤولين أن الحل هذا المشكلة وهذا المشروع به من الأضرار وبه من استحدث مشاكل بين العشائر وغيرها وكذا وخاي أكثر من ستة وخمسون ألف دونم زراعي مهددة بالتحويل إلى سكن فيما ناشد فلاحي هذه الأراضي الجهات المعنية التي أصدرت هذا القرار بالتريث والعدول عنه إحنا اليوم ناحية النحشوة وجهها وشيوخها وفلاليحها إجي الأمر يعني حسينا بأن توسيع الرقعة الحدودية للبلدية إحنا مو بصدد يعني توسيع خدمات وكذا ولكن اليوم عدنا أرض زراعية تريد تستولي على ستة وخمسين ألف دونم ستة وخمسين ألف دونم مو يعني رقم هين يعني يجي يوم بليلة هاي إحنا آلاف السنين هنا ساكنين من أبهاتنا لأجدادنا وأكو ناس عدها بساتين وما بها مستمسكاته يعني رسمية بس مو معناته هذا يرجع للدولة وهذا الحق لناحية النشوة مجحف هذا القرار يعني أراضي من أبهاتنا إحنا جنا ناس كل من عنده وصلة وعنده دونم عنده خمسمية متر عنده دونمين عنده عشر دوانم هاي بزمن صدام عندنا بالثمانينات قالوا جيبوا الطواب ومالتكم احنا راح نحجز لكم بي كمات هاي بالثمانينات فكلها تذكر سلموها هنه الطواب والعقود للدائرة الزراعة كانت ببكتها موجودة كان الله يرحمها عطية واستلمتها سحبتها كلها الدولة ويكون ناس لحد الآن باقي ماكوا لا عقود ولا كذا ولكن مو تجي الدولة تستولي على هاي الأراضي مالاتنا يعني أنا قبل شم يوم مواطن من إخواننا إحنا اللي موجودين زارع نخلاته وأنا أدري بيها قاعة من جده لأبوه يجي مدير البلدية يقوله شيء للنخلاته وإحنا راح نأجرها إليك زيان أنا واحد من الناس متضرر من البلدية عندي عقد هسه متوقف يابا دافع فلوس للزراعة ومكمل يجي البلدية الطونة موافقة يابا يقوله ما أنطيك موافقة من محافظة البصرة أحمد القطراني قناة صلاح الدين الفضائية